اهلا بكم تؤكد الامة المتحدة ان اللاجئين العراقين من اكثر الجنسيات لجوءا وتشتتا في العالم اذ يتوزعون على ثمانين بلدا هذا بالاضافة الى البلدان الاخرى التي يقيمون بها لكن ليست بصفة لاجئين وان غالبية المهاجرين العراقيين هم من الذكور اذ ساهمت الهجرة في احداث اختلال كبير في التركيبة المجتمعية واستنزفت الفئات العمرية الشابة كما كان للهجرة تأثيرات والسلبية على النسيج الاجتماعي من خلال تمزيقها وحدة العائلة العراقية الامر الذي ساهم في خلق الكثير من المعاناة والتوتر والمشاكل النفسية لأفراد هذه العائلة ثقافة الهجرة والتهجير الناشية في المجتمع العراقي لا سيما بعد الغزو الامريكي عام 2003 يما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا تصاعد تيار الهجرة في المجتمع العراقي بهذا الشكل بعد الغزو الامريكي عام 2003 أليس المفترض أن هذا التيار يتراجع وينحسر بعد قيام النظام الديمقراطي في العراق وما يتيحه من حريات سياسية وأساسية وكيف ساهمت هذه الهجرة المجتمعية والتهجير القسري في خلخلة تركيبة المجتمع العراقي ولماذا تهاجر الأقليات الدينية الموجودة في جنوب العراق كالصابية مثلا برغم عدم وجود ما يسمى التهديد الإرهابي في المدن التي تقطنها ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني نظير القندوري الهجرة والتهجير هاجس المواطن العراقي ومصطلح المرحلة التي أعقبت الغزو الامريكي فقطار التهجير كان وما يزال سائرا في المدن العراقي عموما وفي الغربية وحزام بغداد على وجه الخصوص الخاسر الأكبر هو الوطن لما يتعرض له من تفكك بنيته الاجتماعية وتمزيق روابط مقومات نهضته إضافة إلى فقدانه للعقول والأدمغة عن طريق الاغتيالات والنفي والتغييب القسري بينما المستفيد الأبرز هي الدول التي تريد للعراق أن يبقى في ترهل وتشض وفي مقدمة تلك الدول إيران التي لا تخفي هدفها في بناء مشروع طائفي يبدأ في العراق ويمتد إلى الدول العربية ذات الموقع الاستراتيجي أما أساليب التغيير الديبوغرافي فتتنوع ما بين التهجير العلني وافتعاد الحروب في المناطق المستهدفة والتعامل مع بناء تلك المناطق كمواطنين من الدرجة الثانية فمع بداية الغزو نشطت ميليشيات إيران في المشروع الطائفي فقامت بعمليات قتل على الهوية وخصوصا في المناطق الجنوبية وبرزت ميليشيا جيش المهدي كأكبر منفذة لعمليات القتل هذه لتأتي بعد ذلك مرحلة القتال مع تنظيم الدولة ليبرز مشروع التهجير واضحا جليا حيث استغلت تلك الحرب لتشريد مئات الآلاف وترك ديارهم خرابا وترهب الميليشيات القلة المتبقية فيها لكن أخطر ما يدخل في إطار التغيير الديمغرافي عمليات المسح السكاني التي أعلنتها الحكومة حيث ستأخذ الإحصائيات وتثبت تحت ظرف الواقع الراهن مناطق شبه خالية من سكانها الأصليين وعمليات تلاعب بعقارات المواطنين وإجبار النازحين على بيع ممتلكاتهم على مرأة من العالم ومسمع تتلاشى ملامح الوجه الاجتماعي للعراق ويصاب تأريخ شعبه في مقتل بينما المنفذون لهذا المشروع الخطير يرفعون الشعار عراق واحد ووطن واحد موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في شيوع ثقافة الهجرة والتهجير في المجتمع العراقي وتصاعدها لا سيما بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي مرحبا بضيوف الكرام جميعا لو بدنا مع دكتور رافع دكتور هذه ثقافة الهجرة التي تصاعدت أو عرفها المجتمع العراقي بعد عام 2003 تصاعدت بعد العام 2003 هل هي ثقافة لها جذور تاريخية معروفة عن المجتمع العراقي كما في مجتمعات عربية أخرى لبنانية سورية مصرية قديمة في قضية الهجرة أم أنها يعني مستحدثة مستحدثة لكنها تصاعدت بعد عام 2003 نعم بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد فعلا يعني ثقافة الهجرة في العراق غير معروفة العراق يعني ربما من الدول التي لا تنزع شعوبها إلى الهجرة يعني لم يعرف عن شعوب هذه البلدان الهجرة ومنها العراق نعم كانت هناك هجرات فردية هجرات صغيرة لا تشكل ظاهرة كانت لأسباب سياسية ولأسباب اقتصادية يعني كانت لأسباب سياسية ربما لأسباب خاصة ربما لكن بعد فرض الحصار عام 1990 لغاية 2003 حصلت يعني مجامع زادت الأعداد في الهجرة زادت نوعيات المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي الحقيقة قبلها كانت لأغراض سياسية ولم تكن تشكل ظاهرة يعني نتحدث نحن عن ظاهرة لا نتحدث عن حالة فردية يعني نتحدث عن بلد عدد سكانة ملايين فلذلك نتحدث عن ظاهرة ولا نتحدث عن حالات فردية شكل الظاهرة في العراق الهجرة بعد عام 2003 بعد الاحتلال قبلها كانت ربما مثل ما قلنا في الاحتلال في فترة الحصار خرجوا كثير من الناس من الموظفين من الأصحاب الدخل المعدود كانوا يبحثون عن الرزق في دول الخليج في دول أخرى ربما خرجوا البحث عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية يعانة عوائلهم الكثيرين حصلوا على عقود وأعمال والعراق مطلوب الحقيقة يعني الكفاءات العراقية مطلوبة وأنا نتحدث عن كفاءات الكفاءات العراقية مطلوبة كأساتذة جامعة أساتذة مدارس مدرسين مهندسين أطباء كثير منهم خرجوا في تلك الفترة لتحسين وضعهم الاقتصادي بسبب الوضع الاقتصادي حتى الذين خرجوا دكتور القسم الأكبر منهم عادوا إلى العراق وحتى الذين بقوا كانوا على أمل أن الأوضاع تتحسن في العراق يرفع الحصار وأيضا يعودون الغالبية ليس على نية البقاء يعني دائما الغالبية العظمى من الذين خرجوا في فترة الحصار خرجوا يعني من غير عوائلهم كانت عوائلهم داخل العراق كانوا يعني يعملون في الخارج ويبعثون ما يعين عوائلهم وأهلهم كانوا مصدر لرزق أهلهم وعوائلهم الحقيقة الغالبية العظمى لكن مع ذلك كانت هناك مجامية تحركت هي وعوائلها خارج العراق والغالب مثل ما قلنا يعني كظاهرة كانت اقتصادية وليست سياسية وليست بطريقة لكن بعد عام 2003 شكلت ظاهرة حقيقية والأمم المتحدة اعتبرت يعني بعد عام 2003 أكبر هجرة حصلت في العراق بعد هجرة الفلسطينيين عام 1948 هجرة كبيرة بملايين الناس ولون تأكد أن العراقيين الآن يتوزعون على 80 بلد في الشتات والمنافي بالتالي أنت بعد 16 سنة من الاحتلال تتحدث عن نحو 5 ملايين مواطن خارج العراق وتتحدث عن هذا العدد أو يزيد داخل العراق نازحين فهذه خلق الثقافة جديدة في المجتمع العراقي لم يكن يعرفها المجتمع العراقي العراقي بطبع مستقر ويبحث عن الاستقرار ويوطن نفسه دائما على الاستقرار داخل مدن حتى التنقل بين المدن كان قليل إلا ما بعد عام 1958 ربما حصل نزوح من الجنوب إلى بغداد بالذات بموافقة الحكومة عموما من الريف إلى المدينة هذه كانت نزوح واضح كان ومجموعة كثيرة من الناس نزحوا من الفلاحين من اللي ما عندهم أعمال والحكومة تبنت هذه القضية لأغراض سياسية لأغراض دعائية المهم خلقت حالة جديدة في بغداد بالذات لكن عداها لم تحصل ظاهرة لانتقال العراقي من مدينة إلى مدينة بالشكل الذي نراه في كثير من البلدان مثل سوريا مثل حضرتك ذكرت لبنان المصريين يتحركوك خارج لديهم هذه الثقافة لديهم هذا التوجه من فترة طويلة وهذا يعود أيضاً نتحدث مثلاً عن سوريا لبنان مصر هذا هم أيضاً يتحدث بالحالة الاقتصادية وضع الاقتصادي العراقي وضع جيد فرص العمل كانت متاحة بلد منفتح على أهله يريد أن يبني يريد خاصة بالسبعينات وكذا كانت فترة بنا بل الآخرين هم من يأتون إلى هذا البلد يأتون وبحاجة البلد به ثروات كثيرة به مجالات للعمل كثيرة به مجالات للاستثمار فالكثيرين يأتون أهل البلد لا يغادرون إلا ما ندر لذلك كنا نسمع عندنا فلان أقرباء فلان ابن فلان موجود بالخارج أفراد نتحدث عنهم قبل عام 1990 نحن نتحدث أما بعدها فصارت الحالة بطريقة أخرى لذلك هي ثقافة جديدة إلها أسبابها وإلها تداعياتها الحقيقة ورح نتحدث بهذا الموضوع إن شاء الله الدكتور عبد الحميد العاني بالإضافة إلى شيوع ثقافة الهجرة لأسباب سياسية قضية فردية ليست ظاهرة لأسباب اقتصادية متعلقة بالحصار الذي جرى في التسعين بعد 2003 بالإضافة إلى هذا النوع من ترك العراق وهو الهجرة الذاتية أيضاً كان هناك تهجير قسري قامت به قامت به ميليشيات قامت به فرق الموت قامت به الحكومة يعني هل كان هذا التهجير أيضاً نتيجة طبيعية لهذا الزلزال الكبير الذي تعرض له العراق أم أن القضية أيضاً هنا مبرمجة مخططة يعني لأسباب تتعلق بالتغيير الديمغرافي كما نسمع بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد يعني ونحن نعلم أن أمريكا حين جاءت إلى العراق هي جاءت بهدف زلزلة هذا المجتمع العراقي وتفتيته وتقسيمه ولذا حدث الشيء الجديد اللي هو التهجير القسري وهي بالمناسبة هي جريمة مسجلة أممياً يعني ضمن حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان هي من الجرائم الكبرى انتهاكات ضد حقوق الإنسان لكن معين أن هذا التهجير قد مارسته حتى القوات الأمريكية بشكل أو بآخر وساندت فيها أو مهدت الأرض للميليشيات وللأجهزة الحكومية في وقتها لتحقيق مثل هذا الأمر من ذلك مثلا حينما تقوم هذه القوات الأمريكية خاصة في بداية أيام الاحتلال في محاصرة مدينة ما وضرب طوق عسكري حولها وطوق اقتصادي كذلك يؤدي ذلك إلى إجبار الناس إلى الخروج من هذه المدينة إلى عمليات أو تصعيد العمليات العسكرية في هذه المناطق وتلك بدعاوى طبعا نحن نسمع منذ بداية الاحتلال إلى الآن ظاهرة أو لافتة الإرهاب التي أصبحت شماعة الارتكاب كثير من المجازر والانتهاكات فهذه القضية قضية التهجير خارج العراق وداخل العراق باتت السمة الأكبر ربما هي الأكثر من قضية الهجرة يعني نعم هناك هجرة التي تحدث عنها الدكتور رافق قبل قليل لأسباب اقتصادية أو بعد ذلك بعد الاحتلال كان هناك عامل آخر وهو العامل اللي هو الأمني وهو الأخطر فبسبب هذين العاملين اقتصادي وأمني كان هناك الهجرة لكن كان الأكثر منه ربما وهو الأكثر رقما يعني نسبة الذي هو التهجير بأسباب كثيرة وتقف وراء هذا التهجير اللي هي إيران صاحبة المشروع في العراق لأسباب ما يسمى بالتغيير الديمغرافي لذا رأينا أن هذه العملية عملية التهجير نعم هي شملت كل شرائح أو كل مكونات الشعب العراقي لكن رأيناها تتركز في مناطق محددة وذلك دلال على أن هناك تأسيس لأرضية جديدة في هذه المناطق وتحديدا فيما يتعلق ببغداد ما يسمى حزام بغداد ولسيما من جهة الشمال شمال بغداد الطارمية والتاجي الطارمية والتاجي اللي هو الخط الرابط بين بغداد وبين سامراء وهناك نوع أيضا من ضرب الطوقي والحصار والتهجير إلى في مدينة سامراء وهناك جرائم اتصلت بها أخرى أيضا جنوب بغداد اللي هو الخط الواصل في طريقي بين بغداد ودن الجنوب كربلاء والنجف هذا الخط أيضا وجريمة جرف الصخر إلى الآن حاضرة في أذهان الناس التي يمنع أيضا أصلا أي حديث في رجوع أهلها للأسف كثير من الجهات التي هي أدوات في العملية السياسية هنا من كل الأطراف أسهمت وشاركت فيه هذا العملية عملية التهجير تأسيسا وتمهيدا لقضية التغيير الديمغرافي طبعا في مناطق أخرى أيضا في تل العفر في بعض القرى في كاركوك في غيرها كلها تتعلق بقضية تغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق ومن أجل إحلال آخرين بدلا منهم على ذكر التركيبة السكانية والتهجير القسري المتعمد اتهم الدكتور عبد الحميد إيران والأطراف المرتبطة بها بالوقوف أستاذ نظير كندوري هذه الممارسات الحكومية والميليشيات كيف ساهمت في خلخلة التركيبة السكانية في تهجير قطاعات عريضة من السكان خاصة في المدن التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية بدعوة محاربة الإرهاب القاعدة داعش كالذي جرى في الأنبار في ديالة في الموصل كيف تخلخلت هذه التركيبة السكانية هناك يعني حقيقة عندما نتحدث عن الهجرة في دولة مثل العراق هي ليست هجرة اعتيادية ليست هجرة اقتصادية إنما في حقيقة أمرها هي هجرة قصرية تقوم فيها من يمتلك السلاح تهجير هنا وليس هجرة نعم هجرة قصرية ولمكونات معينة نلاحظ أن التهجير في الفترة ما بعد الاحتلال ولحد الآن قد تركزت في المدن السنية وبالتحديد المدن السنية هي من تعرضت إلى أكبر قدر من التهجير حتى وصلت إلى قمتها عندما داعش احتلت مناطق واسعة من العراق في 2014 ولحد ما أخرجوا داعش من تلك المناطق وصل عدد النازحين سواء في داخل العراق أو من خرج خارج العراق إلى 6 مليون يعني رقم مرعب رقم كبير ولحد الآن بعد هذه السنوات العراقية بامتياز نعم نعم يعني لا تختلف عن ما حدث الفلسطينيين وما يحدث الآن للسوريين الجريمة التي ترتكبت بحق المكون العربي السني في العراق هي جريمة مروعة سوف يسطر هذا التاريخ يعني الآن لحد الآن آثار هذه التهجير القصري ما زالت لحد الآن آثارها موجودة وتشير يعني التقارير الأمم المتحدة ما زال لحد الآن مليون وسبعمائة ألف ما زالوا يسكنون في مخيمات النزوح وأحد أهم الأسباب لعدم رجوعهم إلى مناطقهم هي بسبب الدمار الذي حصل لهذه المدن وكذلك بسبب أنه لا توجد إرادة لتعمير هذه المدن بل هي غير مدرجة على أجندات الحكومة لإعمار هذه المدن لكي يعود المواطني إليها لو نريد أن نعالج هذه الظاهرة التي حدثت الحكومة حضرت مؤتمر في الكويت وأرادت تسعين مليار دولار وكلها كانت هذه الأممال أرادت أن تسخرها لإعمار المدن التي هدمت بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة ما حدث في مؤتمر الكويت هو عبارة عن متاجرة بمعاناة الناس ومتاجرة بآلام الناس على أن تحصل على هذه الأممال والجميع يعلم يعني هذا ليس على جلد الحكومة إعمار المدن وعادة المهجرين ولا توجد هكذا إرادة بدليل أن يعني لماذا يبقى هذا الملف مفتوح يعني الإحباط وصل عند المواطن طبعا فقط المنسقة الدولية للأمم المتحدة سمحت لزارة العراق قبل أسبوع وزارة مخيمات سنجاروة عبرت عن صدمتها لماذا هؤلاء الناس لا زالوا في المخيمات على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية أو مضي سنتيا على انتهاء العمليات العسكرية يعني فشل هذا النظام السياسي الآن الذي يحكم في بغداد أن الآن هو المهاجر أو النازح يرى تصرفات الحكومة مع المطالب التي يطالب بها أهل البصرة وأهل الجنوب مجرد من أجل الماء الصالح للشرب ومجرد لعدد من الساعات للتيار الكهربائي لم تستطيع هذه الحكومة التوفير مثل هكذا متطلبات بل هؤلاء المتظاهرون قتل منهم الكثير 22-24 فكيف بمدن كاملة مهدمة بنيتها تحتية محطمة كيف أنه سيكون لهذا النازح لهذا المهاجر له الأمل بأنه سيرجع إلى مدينته الآن وصل مرحلة من يأس بأن هذا النظام السياسي سوف يبقى على هذا المنوال ولا هناك أمل يرجى بأنه سيعاد بناء هذه المدن ليرجع المواطنين إليها الآن جميع الذين هجروا قصرا أو الذين هجروا بسبب أسباب سياسية وأسباب أخرى كلهم على أمل الرجوع في 2006 و2007 هجروا وما زالوا لحد الآن في بلدان المهجر لم يستطعوا الرجوع إلى مناطقهم وكذلك لأنه لم يتغير شيء بل هناك سياسة منسقة ولأن هناك خشية من انتقام الميليشيات والثار حتى من الذين هجروا في العمليات الأخيرة يخشون العودة إلى مدنهم وهذا ناتج على أنه هناك سياسة ممنهجة من الحكومة العراقية لإحداث تغيير حقيقي ديمغراثي حقيقي ينعكس على مخرجات سياسية هذا ما حدث في ديالة ديالة ذات غالبية سنية الآن من يحكمها سواء كمحافظة أو كمجلس محافظة أصبحت غالبية شيعية وهذا ما يحدث الآن في مناطق الغربية وشيئا فشيئا يتم تذويب مكونات أساسية من المجتمع العراقي لصالح مكون معين ليس حبا في المكون هذا إنما لأغراض سياسية ممكن تخدم دولة كنظام الإيراني دكتور رافع الفلاحي لازم نتحدث عن الخلخلة التي تحدثها هذه الهجرة سواء الهجرة الذاتية لأسباب مختلفة اقتصادية أو سياسية أو التهجير القسري الممنهج والمخطط له حكوميا وميليشيات هذه الهجرة والتهجير القسري كيف خلخلة تركيب السكانية للمجتمع أقصد على مستوى الفئات العمرية الشابة النشيطين الاقتصاديين الكفاءات والطاقات التي تحدثت عنها كيف المجتمع استنزف بسبب التهجير القسري والهجرة الذاتية إذا صح التوصيف نعم أستاذ ماجد نحن نتحدث عن حالتين حالة نزوح داخلي وحالة هجرة قارجية وقبل هذا وذاك قبل الحديث عن هذا أريد أن أقول وحضرتك أشرت والأستاذ نظير قبل قليل تحدث عن قضية الأعمار الأعمار ليس قضية مادية بحتة الأعمار له شقين شق مادي وشق معنوي وقانوني أنت لديك نزوح ولديك هجرة إذا لم تزيل الإطار المؤدي إلى الهجرة الذي أدى إلى الهجرة وأدى إلى النزوح لم تفعل شيئا يعني ما معنى ليس معنى أن تأتي دول وتعطي أموال كبيرة لعادة بناء المدن نعيد بناء المدن ونعيد بناء الدور لكن من يسكن هذه الدور إذا كان الإطار الحاكم لهذه المدن ما زال إطارا يفرق يقتل مستبد يتعامل معهم طائفيا بقوانين قسرية فبالتالي المواطن لا يفضل العودة الآن الأمم المتحدة تتحدث عن 52% من الذين نزحوا داخل العراق من عام 2014 لعد الآن لم يعودوا إلى مدنهم لأسباب تتعلق بغياب الأمن خوفهم من الملاحقات خوفهم من هذا الإطار الذي أدى إلى نزوحهم ما زال كاتما على أنفاسهم ما زال هو هو الميليشيات قوانين الحكومة القوات الأمنية كل التفرقة الذاتية عدم وجود وظائف عدم وجود مصادر للرزق هناك حديث متصاعد عن هجرة عكسية لأفراد عادوا إلى مدنهم ولذلك بدأوا يرجعون حتى إلى مخيمات النزوح نعم عادوا حتى وإن كان بيت يستطيع العيش فيه لكن لم يستطيع العيش بسبب البيئة المحيطة غير قادرة أن تحتوي غير قادرة أن يتعايش معها ما زالت هي بيئة مستبدة بيئة تستهدفة فلذلك خرج مرة أخرى ليختار العيش في المخيمات النزوح هذه من الناحية الناحية الأخرى بالحالة النزوح الداخلي والخارجي أنت تفقد كفاءات يعني مثل ما تحدثت قبل قليل دكتور أخي دكتور عبد الحميد عن التغيير الديمغرافي هذا التغيير الديمغرافي يشمل أيضا عدا أنت تدفع بمكونات معينة خارج مناطقهم تزيل مكون معين لحل محلة مكون آخر عدا هذا أنت تفقد كفاءات وقدرات كبيرة جدا جدا وتفقد فرص لتعليم وتربية وتنشئة لأجيال كاملة في مناطق معينة بمعنى أن أنت تذهب إلى مخيمات النزوح غالبية من ذهبوا الغالبية كلهم الذين ذهبوا إلى مخيمات النزوح فقدوا فرصتهم للدراسة أنا أتحدث عن الأطفال بسن المدارس إلى الثانوية إلى الكليات فقدوا فرصهم تركوا كلياتهم تركوا مدارسهم تركوا كل شيء وراءهم وفقدوا هذه الفرصة دكتور حتى الطلاب الذين في المدن التي ليسوا في مخيمات النزوح معدلات التسرب من المدارس بلغت أكثر من 70% عالية جدا الآن يعني الحكومة تتحدث عن أن كل عشر يدخلون إلى المدرسة سبعة منهم يتسربون فأنت ثلاثة يكملون إلى المتوسطة والإعدادية هذا عدد مخيف جدا جدا فأنت بالتالي حجم التسرب سنويا مئات الآلاف من العراقيين هؤلاء كلهم يتحولون إلى خانة الأمية خانة العدم نكمل في هذا الموضوع إن شاء الله بس نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن شيوع ثقافة الهجرة والتهجير القسري في العراق لا سيما بعد العام 2003 ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 يعني مثل ما قلنا تفقد مئات الآلاف وملايين مع مرور السنوات الآن احنا بالعام 16 للاحتلال وبدت الهجرة من عام 2003 ولحد الآن وربما تصاعدت النزوح الداخلي من عام 2006 العام اللي بدت به يعني حروب طائفية واستهدافات طائفية كانت طائفية فيها على مراحلها وتدفع بهؤلاء الناس ضمن مقطة مدروس المهم اضافة الى مجاميع الطلاب هؤلاء بالملايين اللي يفقدوا فرصتهم في التعليم ان تتفقد معهم مجاميع اخرى كبيرة من المدرسين والمعلمين المهندسين والاطباء بكل المهن يفقدون يعني اماكن عملهم يتركون اماكن عملهم عندما يذهبون الى مخيمات النزوح لا يجدون هذه الفرصة فبالتالي اماكنهم تشغر فرصة تطوير ذاتهم فرصة تطوير البلد نحن نتحدث عن واحدة من مآسي التهجير هذه واحدة فقط البعض يعني عندما يدفع بظرف قاسي بظرف غير طبيعي شاذ ميليشيات ووضع غير امني غير مستقر ووضع اقتصادي غير مستقر بلد به سياسات طائفية به تمييز به تفرقة البعض يذهب مباشرة الى الهجرة خارج العراق وهذا ما حدث يعني لدينا نحو خمس ملايين عراقي من خيرة العراقي كفاءات اساتذة جامعة علماء اطباء مهندسين اعلاميين صحفيين كتاب بكل الاختصاصات هذه كلها فقدها العراق وكان يصرف عليها يعني وذهب الطاقات جاهزة في البدار التي استقروا فيها نعم مجان الطاقات كلها فعالية كان العراق قد دفع على هذه لتعليمهم فقدها كلها وفقدها وفرصهم ان يعينون هذا بلدهم بلدهم ايضا فقد الفرصة في ان يستفيد من هؤلاء ويستثمرهم هؤلاء خرجوا مباشرة البعض ذهب الى كان متمسك بالبقاء وذهب الى معسكرات النزوح لكن بعد فترة هذه القضية ليست قضية مادية وفقدان للوظيفة فقط لكن قضية نفسية ايضا مع مرور الايام تزداد حالة اليأس سنتحدث دكتور سمعتلي عن قضية الاثار النفسية السيئة لهذه الهجرة او التهجير او البقاء في العراق لا اقصد الحالة النفسية اتحدث عنها لكن اقصد ان البعض منهم عندما وصل الى معسكرات النزوح اضطر ايضا من اطباء ومهندسين ان يختار الهجرة من معسكرات النزوح ليس مباشرة يعني بعد خطوة اخرى اضطر ايضا للهجرة هذه واحدة من الكوارث وبعد ما تعرضوه من حصار ومن تمييز يعني كثير من هذه الامور نعم دكتور عبد الحميد العاني كان الذين يخرجون من العراق ومنهم ايضا يعني جماعة العملية السياسية قضوا اربعين سنة ثلاثين سنة في المنافي انه كان هناك في العراق نظاما ديكتاتوريا يكبت الحريات ليس هناك حريات سياسية ليس هناك حياة سياسية والناس يعني تترك البلد واحدة من اسباب الهجرة كانت سابقا سواء ما قبل 2003 او في عهود سابقة خرجت من العراق بشكل فردي لم تكن ظاهرة كما قال دكتور رافع لاسباب سياسية اليس المفروض ان هذه الظاهرة ظاهرة او ثقافة الهجرة تتراجع تنحسر صفر مع قيام نظام سياسي يقول انه نظام ديمقراطي يتيح حرية التعبير حرية التعبير والمعتقد والعمل السياسي مكفولة في الدستور لماذا تفاقمت بهذه الصورة التي عليها الآن العراق ان العراقين يتوزعون كما تقول المتحدة على ثمانين بلدا يعني من اهم اثار الاحتلال في العراق انها جمع احتلال امريكي جمع الضدين شعارات براقة وواقع مأساوي يناقضه بالجملة فالواقع او الشعار الذي رفعوه من الحرية والديمقراطية وغير ذلك من امور واقع العراقي يكذبه جملة وتفصيلا ورأينا كيف ان القتل على الهوية والتهميش والاضهاد والمحاصصة وكل ذلك الذي جعل نتيجته شعور العموم الشعب العراقي بالاحباط يعني ربما احد الاهداف ذكر الدكتور رافع انه احد الاهداف كان العامل الاقتصادي للهجرة لكن اصبح احد الاهداف للشباب العراقي هو الحصول على جنسية اخرى غوية اخرى لماذا؟ لان اصبح في شعور كثير منهم دكتور الان في العراق هناك شيء من الحرية هناك احزاب هناك صحافة هناك حياة حزبية تستطيع ان تشتم الحكومة ورئيس الحكومة وما حد يتعرض لك قد يعني تغتال بس على العموم ما تنسجن جميل هذه الشعارات كلها كل الشعارات الشعب العراقي يقول بالعكس هو الواقع من يتفوه بالكلمة يسجن بل يقتل ويرمى في المزاب الحشى الناس جعل هذا الشعور عند الناس انه يريد لانه اصبحت الهوية او الجنسية العراقية بمثابة انها يستنكف منها ولذلك اصبح حلما عند كثير من الناس ولا سيما هؤلاء الشباب لانه دكتور ايضا محاصر بهذه الجنسية لا يستطيع ان يدخل الى اي بلد يعني فضلا عن مشاكل في الداخل والاهم من ذلك الواقع العراقي يعني اشار ايضا الدكتور رافع قبل قليل ان الحص او الهجرة السابقا كان الذي يخرج للعمل كان يبني في داخل العراق كان يرسل الاموال وكان اي عائلة هي تخرج في الخارج هي لاجل ماذا يعني اول هدف من اهداف هذه العوائل للعمل هو الشراء بيت وعقار في داخل العراق اليوم لا اليوم بالعكس الذي يهاجر يهاجر بامواله يعني عملية المرافقة للهجرة من عنده من لديه اموال في العراق يقوم ببيع هذه الاموال حتى بيتها بي عبيتها هو العقار الذي لا يمله غيره اذا يقطع جذور بهذا البلد نعم قطع الجذور بالبلد معناها هناك يأس وإحباط من انه الامل قريب يعني ربما الذي يهاجر على انه امل ربما يتغير الوضع يتحسن اليوم الكثير من الذين يهاجرون قطعوا الامل باي نتيجة او اي تغيير مستقبلي قريب المدى ولذا بدأ التوطين اين اصبح هؤلاء يتوطنون في البلدان الاخرى بمختلف مجالاتها هذا الذي السياسة او الثقافة عفوا التي باتت منتشرة عند الجميع هي اصبحت يعني كأنه هي الحقيقة الواقعة التي هي تكذب كل الشعارات التي ذكرتها من الديمقراطية ومن الحرية وغير ذلك لان واقع السجون واقع المعاشي للعراق الواقع السياسي الواقع الحرية والذي ذكرته كله محصور فقط في من يعني في اطار داخل العملية السياسية وحدهم اما الشعب العراقي فهو في واد اخر بعيد كل البعد عن هذه الشعارات نعم استاذ نظير كندوري اذا كانت الناس في المدن التي تعرضت او كانت ساحة للعمليات الارهابية ثم لاحقا العمليات بين قوى الارهاب والقوات الحكومية اضطرتهم لان يتركوا مدنهم يهاجروا سواء الى داخل العراق في مخيمات النزوح او خارج العراق ماذا عن الاقليات وخاصة الاقليات الدينية الموجودة في مدن لم تتعرض الى اي عمليات ارهابية ليس فيها قاعدة ليس فيها داعش كالصابية مثلا الان الصابية الوجود الصابي في العراق يقترب من الصفر في العراق وهم معقلهم في مدينة الاعمارة كما معروف وفي بغدال وهذه مدن لم تعرف الهجمات الارهابية او التطهير الطائفي او العرق على يد القوى الارهابية لماذا تهاجر هذه الاقليات فضلا عن اقليات اخرى طبعا زيديين مسيحيين يكاد العراق الان يعني يصل للصفر يعني ما قلت وما ذكرت يدلل دلالة كاملة على ان التهجير هي عملية ممنهجة وليست هي ناتج عربي من يقوم بها النظام السياسي الحالي قائم على هذا المنهج محاولة التغيير الديمغرافي من خلال تقليل اعداد مكون الماء وزيادة مكون الماء هي لأسباب ومنافع سياسية بالضبط هي التصوف في خدمة اجندة نظام الايراني يبدو التطهير هذا الممنهج الطائفي يبدو انه لا يستهدف فقط السنة يبدو الاخرين كلهم مستهدفون وبنفس القدر من القوة صابع يزيديين مسيحيين وغير هناك محاولة لجعل العراق ينتقل من التعدد العرقي المكوناتي الذي اثرى المجتمع العراقي وجعله مجتمع حي ومجتمع منتج الى مجتمع بنسيج واحد مكون واحد وسهل الانقياد يرتمي بكل قياداته لمصلحة النظام الايراني وهذا موضوع خطير يعني نحن نتحدث الان على سبيل المثال عن المكون العربي السني هذه الهجرة التي حدثت في هذا المكون قد يعني ألغت ثلث النسيج يعني الطاقة الديمغرافية اذا صح التعبير هذه الطاقة ذهبت كون ان معظم الهجرة الان التي تكون من هذا المكون هي ما بين يعني بداية العشرينات الى نهاية الثلاثينات وهي الفئة التي يتم الاعتماد عليها في بناء اي شيء لذلك هذه الهجرة اثرت بشكل كبير على قيمة هذا المكون وعلى مدى حيويته وامكانية استعادته لطاقته مرة ثانية لذلك الان نرى ان الاحصائيات التي تذكر في دولة مثل تركيا الان العراقيين يتصدرون قائمة من يشتر العقارات في تركيا وهذا لا يدلل على انهم جاءوا لموارسة تجارة في العقارات انما هذا يدلل على ان المواطن العراقي وصل الى مرحلة ان الحياة في العراق بدأت تكاد تكون مستحيلة لذلك هو يذهب الى دولة مجاورة وبما يجمعهم من مبالغ وممتلكاته بالعراق يوصف فيها لكي يشتري فيها بيت ويستقر في تركيا نقطة الاقليات الصابئة في العمارة لماذا يتركون العراق وهم يفترض انهم في حماية الحكومة والميليشيات الموجودة هناك وليس هناك من قوى ارهاب موجودة هناك وهم يتركزون في مناطق تعتبر قياسا بالمناطق واخرات تعتبر امنة لذلك يعني هم يحاولون جعل هذه المناطق خالصة من مكون واحد ويهجرون ما سوان الجنوب ليس فقط تم تهجير الصابئة تهجير المسيح تهجير العرب السنة يعني مرتبطة بقضية تهجير وانما عملية تهجير واستيلاء على املاك من غادر بعملية تزوير على املاك على بيوت على عمارات على محلات هذا حدث في بغداد يعني الكثير من ممتلكات المسيحيين تم الاستيلاء عليها كذلك الخداع والتزوير الذي يحدث في موضوع تزوير العقارات يتم الاستيلاء على ممتلكات الآخرين لهذا السبب هناك يعني هذه يعني أنا ذكرت في احدى الحلقات ان هذا التخطي ايضا المسيحيين في سهل نينو اشتكوا من ممارسات الميليشيات في عمليات التطهير والتغيير الديمغرافي سهل نينوى ذات نعم المسيحية في نينوى نعم يذكر ان موضوع التغيير الديمغرافي في العراق هذا قد تم التخطيط له منذ حرب الثمانينات يعني هم كانوا يخططون بان في حرب الثمانينات سوف تكون لهم القدرة على الدخول للعراق واسقاط النظام الحاكم في العراق وبالتالي تنفيذ خطاطهم بالتغيير الديمغرافي كانوا يتناقشون في مناطق بغداد كيف يتم تهجير هذه المنطقة وإحلال هذه السكان المكون آخر لهذه المنطقة وهم هذا المخطط ليس وليد الحالة وقام بغداد الحقيقة كانت الحقيقة الهجمة الشرسة هناك يعني نحن نرى ان هذا ما يحدث الآن في العراق هو ليس وليد اللحظة ولا تفكير الآن ولا هو نتيجة عن عمليات إرهابية بل حتى العمليات الإرهابية هناك بصمات واضحة للنظام الإيراني هو من يحرض عليها انت الآن لو ترى يعني كل العمليات الإرهابية التي حدثت من قبل تنظيم القاعدة السابقا وتنظيم داعش بالنهاية جميعها قد صبت في خدمة النظام الإيراني هو تم تحطيم الحاضر العربية السنية تم تهجير العرب السنة تم تهجير أيضا الأقليات المسيحية والصابية والأيزيدية على اعتبار أن داعش تستهدفهم عقائديا لأنهم من أديان أخرى وبالتالي كلها صبت في خدمة النظام الإيراني بحيث أصبح الآن لا تمثيل حقيقي للمكون العربي السني لا تمثيل حقيقي للأقليات إنما يتفرد بسلطة القرار في العراق هو من المكون الذي قادته وسياسيه يناغمون النظام الإيراني أشكرك دكتور رافع الفلاحي الآخر تقرير الخارجية البريطانية يتحدث عن الوجود المسيحي في العالم جاء على ذكر الوجود المسيحي في العراق قال المسيح قبل عام 2003 كان وجودهم مليون وخمسمائة ألف الآن مية وعشرين ألف الوجود الصابع يكاد يكون صفر اليزيدي أيضا في انخفاض مفارقة أمريكا تقول أنها تحمي الأقليات الدينية في العالم تدخل أينما أقلية وتدخل في الدول بحجة حماية الأقليات أليست مفارقة أن في العراق أن الأقليات في زمن الدكتاتورية كانت موجودة آمنة في زمن الديمقراطية الأمريكية تكاد تكون صفر تاهت في الأرض أنت أستاذ مالي لما نتحدث عن موضوع معي علينا بداية أن نتحدث عن البيئة التي ينمو في هذا الموضوع أو يتحرك داخل إطارها البيئة وأقصد العراق العراق لا دولة الآن من عام 2003 إلى حد الآن لا دولة والدليل أنه لا قوانين تضبط الناس وتضبط حركتهم قوانين أقصد تطبق على الجميع بسواسية، بعدالة، بموضوعية هذه غير موجودة سياسات معينة من الحكومات المتعاقبة من عام 2003 إلى حد الآن سياسات تطلق للجميع متساوية بنظرة واحدة للجميع غير موجودة سياسات طائفية، تفريقية، تمزيقية الاستبداد، وحضرتك قبل قليل تسأل الأخي الدكتور عبد الحميد عن أنه دكتاتورية الدكتاتورية والاستبداد لها وجوه كثيرة يعني لا يعبر عنها فقط بالاعتقال المباشر بعدم يعني أفساح المجال للناس للتكلم يعني ما حدث في العراق من عام 2003 إلى حد الآن هل هو استبداد أو غير استبداد عندما يخرج الناس وتسمح لهم بأن ينتقدوا كل شيء ولا تنفذ لهم شيئاً ماذا يسمى هذا؟ أليس استبداداً بآراءهم، استبداداً بفكرهم، استبداداً بطلباتهم، بمطاليهم؟ نفس القضية الناس تقتل في بيوتها مثل هذه المهدي وغير هذه المذيعة وآخرين فأنت بالتالي صحف خمسمائة صحيفة وكلها تكتب وماذا يعني؟ ماذا يتحقق من هذا؟ هل زادت من وعي الناس؟ هل زادت من إدراكهم؟ هل تحولت إلى سلطة رابعة تراقب الدولة وتنصحها وتدفع بها؟ هذا كل غير موجود، فبالتالي أنت في حالة من استبدال، استبدال الدكتاتورية بعدد من الدكتاتوريات دكتاتورية الأعزاب والميليشيات والقوى هذه التي تقتل وتذبح والناس الآن تتحصر على الماضي، ليس لأن الماضي جيد، لأن الحاضر بشع لأن الحاضر بشع حقيقة، فلذلك يتحصرون على الماضي لأن يتحدثون عن الاستقرار، عن الأمن، عن الأمان هذه واحدة، في قضية الأقليات، عندما تحدث في هذه البيئة والنفاق الأمريكي نعم هذه البيئة أطلقت فيها أمريكا يد الفوضى، الفوضى الأمنية، الفوضى السياسية، الفوضى الاجتماعية بكل تشعباتها، أطلقت هذه الفوضى لكي تضيع الحقوق قوانين غير موجودة، احترام للبشر غير موجودة، احترام للحقوق الإنسان غير موجودة تفريق، تمزيق، تهجير، كل هذا موجود وقتل واعتقالات وتغيب، هذا كل موجود فبالتالي من يتحكم في هذه الساحة، القوى العصابية، هذه العصابات والميليشيات التي تتحكم هذه تذهب إلى المكونات الأضعف التي تستطيع أن تحاصرها إذا سمحني على ذكر قضية العصابات قبل يومين محكمة نظرت في ملف أوس الخفاجي زعيم ميليشيا أبو الفضل عباس قالت الآن هو بريء من حياة الأسلحة غير المرخصة لكنه موقوف على خلفية تهم بالقتل والخطف المسلح نعم، يعني وهو منهم وهو ميليشيا وكان يتحرك في إطارهم وبرضاهم والحق قلم يتقل إلا بعد أن تكلم بكلمة سيئة على إيران وخمس سنين هو كان مجاهد وبطل نعم، هذه القضية نعم، فذهبوا إلى المكونات الأضعف ذهبوا إلى الصابعة، تحدثت عن الصابعة والأستاذ النظير تحضر كان عددهم في الثمانينات حتى في التسعينات حتى قبل 2003 نحو 75 إلى 80 ألف الآن ما يوجد منهم العراق لا يزيد عن 2500 شخص نعم، نعم الأخوة المسيحيين عددهم مليون ونص الآن لا يزيد عن 120 إلى 130 ألف مسيحي، هذه كلها اعتبروها هذه مكونات ضعيفة يستطيعون السيطرة على أموالها، ابتزازها، الضغط عليها البيئة غير مشجعة على وجودهم المكون الآخر المكون الكبير اللي هو كان يشكل العراق كله المكون السني استهدف من قبل الاحتلال أولاً اعتبره هو، وهذه حقيقة لا تنكر، اعتبره هو المكون المقاوم فهذا معادي لهذا المشروع يجب أن يستهدف واستهدف بهذه الطريقة وتكالبت معه كل القوى التي لديها مشاريع وأمائران لديها مشروع طائفي التمييز لجعل اللون واحد جعل لون البلد واحد فاستهدف لمحاصرته وللضغط عليه يعني نتكلمنا على أقليات لكن لا نتكلم هنا عن أقلية نتكلم عن مكون كبير هذا حوصر بهذه الطريقة بقوى خارجية وقوى داخلية لذلك استهدف بالدفع للنزوح إما لتهديم مدنة أو دفعة إلى الخارج ويعني إذا الآن، وهذا وصف، هذا ليس حديثاً طائفياً حقيقة عندما نتحدث عن كمس ملايين عراقي في الخارج تسعة وتسعين بالمئة وتسعة بالعشرة من عندهم هم من السنة هذه حقيقة، هذا ليس وصفاً طائفياً لكن هذا وصف للواقع، النازحين نتكلم عن مئة بالمئة من النازحين هم من السنة ألا بنا في المخيمات ليازالوا المدن المهدمة التي هدمت بهذه الطريقة يعني خذ الموصل الآن من ينظر إلى الموصل يبكي دمًا الحقيقة هذه المدينة اللي عمرها يعني مئات السنين هذه وبالتاريخ آلاف السنين ربما هذه المدينة بمكوناتها الجميلة بأهلها بهذا الشعب الجميل وصل بها الحال إلى التدمير بهذه الطريقة كانوا يتحدثون عن ستة آلاف داعشي ستة آلاف إرهابي كانوا يقولون موجودين بالمدينة لكن بالمدينة ثلاث ملايين مواطن هدموا المدينة من الذي خسر؟ لثلاث ملايين مواطن والجثة لا زالت تحت الأنقاض لحد الأنقاض وبعد المعركة قالوا أن هؤلاء الإرهابين أغلبهم فروا من المدينة إذن ماذا فعلت؟ أنت من تقصدت بهذا التهديم؟ تقصدت أهل المدينة تقصدت المدينة نفسها والآن ما يجري من سياسات هذه اللي يتحدث عنها السياسات اللي تتمنع الناس من العودة هي توفير البيئة بيئة العدالة بيئة المساوات بيئة أن ترفع عنهم الأذى والسوء هذه غير متوفرة لذلك الناس ما زالت في معسكرات النزوح وما زالت تسعى إلى الخروج إلى الخارج ودعني فقط أقول قضية في استفتاء لشباب كثيرين خلال الفترة الماضية جرى ومن جهات أجنبية أول قضية ماذا يتمنى؟ يتمنى الهجرة مع الأسف الشديد غالبية الشباب أكثر من 90% من الشباب العراقي أول أمنية لديه هو أن يهاجر من العراق والعراقيين هم وفق تقارير الاتحاد الأوروبي الجنسية الثانية بعد السوريين في قضية الهجرة أستاذ نظير كندور تحدث عن الآثار سلبية لهذه الهجرة خاصة على العائلة العوائل في العراق تشتتت قسم منها في الداخل وقسم منها في الخارج وحتى الذين في الخارج ربما أفراد في بلد وأفراد في بلد آخر وآخرون في بلدان أخرى يعني هذا كيف كيف انعكس على تماسك هذه العائلة العراقية الآثار النفسية أيضا لهذه الهجرة لهذا الشتات لهذا التيه يعني حقيقة ما يعاني منه العراقيين يعني ربما يصعب وصفة بسبب آثار الإنسانية بسبب آثار النفسية نجد أن العوائل تمزقت إلى يعني الدول مختلفة بل أنه يعني من الملاحظات على سياسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها أحيانا تتعمى تمزيق العائلة الواحدة تجعل جزء من أفراد هذه العائلة يلتجئون إلى بلد ما والجزء الآخر إلى بلد آخر وهذا طبعا يؤثر على تفكك العائلة وعدم جعلها الوحدة الأساسية لبناء أي مجتمع نحن نعيش الآن في يعني في الداخل يعني من ظروف النازحين الآن امتهنت كرامة الإنسان العراقي الإنسان العراقي لم يعود كما كان في السابق هو رمز الأنفة والكرامة والقوة الآن يتعامل وربما يذل من أجل لقمة العيش يذل من أجل فقط مجرد الحفاظ على حياته يعني هذه الآثار ربما بعد سنين طويلة ستترك يعني آثار حقيقية على المجتمع العراقي لم يعود المجتمع العراقي كما كان في السابق الآن تلاحظون هناك أمراض اجتماعية خطيرة تنتشر في المجتمع العراقي كانتشار المخدرات كالمثلية الآن بدأت تنتشر المثلية هذا الرجل العراقي الذي يفتخر برجولته وبقوته والذي خاض حروب وانتصر الآن تنتشر بين أوساطهم المثلية شيء مؤلم جدا يعني إضافة إلى التمزق حالات الطلاق في المجتمع العراقي هي الأعلى نسبة بين الدول المجاورة هذا دليل على أن المجتمع يعاني معانات رهيبة وكبيرة تسببت هذا التفسق العائلي والتشتت المجتمع العراقي نحن نعيش مأساة حقيقية والمؤلم أكثر من هذا أنه لا يوجد أمل بأن هذه المشاكل سوف تنتهي أشكرا طبعا في تقرير أمريكي لـ 2500 عراقي نقلتهم الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحينما عرضوا إلى الفحص وجد أنهم كلهم يعانون من صدمات نفسية حادة الدكتور عبد الحميد العاني في دقيقتين دع سمحت يعني المجتمع العراقي بهذه الصورة مرشح للتصحر للاستنزاف إذا ما استمر هذا الإطار السياسي كما قال الدكتور رافع الفلاحي وأيضا لفقدانه لكل طاقاته وتحوله إلى لون طائفي واحد بعد أن كان مجتمعا متنوع يعني مجتمع متنوع ثقافيا وكان منتجا مبدعا بسبب الهجرة والتهجير القسري نحن نتحدث بالمناسبة وأكدنا أكثر من مرة عن مشكلة ضمن مشاكل متعددة وهي متداخلة فيما بينها ويؤثر أحدا على الآخر وبالفعل النتائج الكارثية لهذه الذي حصل نراه اليوم وسيكون أكثر بعد أيام إذا ما استمرت هذه المأساة في ظل هذا الإطار السياسي فبدلا من التعايش بين المكونات الشعب العراقي بين فسيفساء الشعب العراقي كما يقال حلت قضية الشرخ الطائفي تعميق الشرخ الطائفي بسبب هذا الهجرة وهذه التأجير إذن تحدث الأساتذة عن قضية الشباب شريحة الشباب لما هي كانت الغالبية لهذا هذا انعكس على بناة هذا البلد ومن سيقوم بعماره وقيامه في المستقبل وانعكس أيضا بنفس الوقت هذه الفئة الشباب على القضية العائلية ولذلك زادت قضية الطلاق وأخيرا وهي قضية الفراغ العلمي الذي سينعكس أيضا كما ذكر قضية التسرب وغيرها سينعكس على انحدار المستوى التعليمي والعلمي في العراق وهذا ما نراه ويراه ويعانيه اليوم الشعب العراقي من آثار كارثية شكرا جدا نعم دكتور لدي سال ماجد فقط إضافة بسيطة باختصار شديد جدا جدا شديد ربما لم نذكر قضية مهمة جدا فاتتنا أن نذكرها جميعا ربما الدستور الدستور العراق هو المحرض وهو الأساس على هذه الهجرة لأنه بني على أساس المكونات أنت تحدث عن قليات ليس المواطنة ليس للمواطن قيمة مكونات معينة كلها تتصارع فيما بينها من الأقوى هو الذي يزيح الطرف الآخر وهذا ما حصل وهذا الدستور أساس هذا الخراب أشكرك إذن في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت فيه شيوع ثقافة الهجرة والتهجئ القسري في العراق خلاسية ما تصاعدت بعد العام 2003 لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوكنا هنا في الستوديو دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وكان معنا أيضا الكاتب الباحث السياسي الأستاذ نظير القندوري حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة